معروفة والخوة عندهم معروفة هم قالوا اخوان شما في حضورهم وفي غيابهم والمنافسة هم اخوان شما في المنافسة. عني انا ملاحظة يا بحمود انت كنت ضد مصطلح اخوان شما اليوم. لا انا الليلة اي شي انا ضد اي شي انا كنت ضده اي شي انا كنت ضده الليلة انا معها تدري ليش? ليه. موجودين لجوم الرياليتي. موجودين. يا اخي كل يوم سبحان الله تشرق شمس وتغيب شمس. انا انسى اليوم اللي قبل. ايضا كلمة خلينا نقول أنا من البداية لما موضوع الرحلات أنا واحد ممكن تقول أنا مع الرحلات أنا كنت ضد الرحلة الأخيرة في العدد يعني الرحلة لما كنت تودي واحد بتصويت واحد ثاني يختار زميل تصير زي المكافأة وشي جميل أنا مش كنت ضد الرحلة الرحلة شي جميل وأيضا تنشيط لشيء كثيرة للقناة وللمتسابق والكل مستفيد بس أنا كنت ضد العدد الكبير اللي راح لرحلة عمان وصلا الدعوة كانت حتى الأربعة يروحون وأخذوا أيضا ببعض من المتسابقين اللي غادروا فأنا كنت ضد العدد وليس ضد الرحلة أنا هذا رأيي اللي كنت أقوله وأعيده وأكرر أخالفك فيه أنت محمود كنت ضد الرحلة ولكن أنا ضد العدد تلقى الموضوع أبو يوسف أنا كنت ضد الرحلات من بدايتها من بدايتها نعم وكنت أقول لأبو عبدالله والإدارة ليش نضدها؟ أبعلمك أبو سلام لأن الضيوف نبي ضيوف حين يجونا هنا الضيوف يزيدوننا طيب السلام ويضافة لنا أنا ما كنت أرغب بالرحلات كلها وكنت ضدها أنا وإلى الآن ضدها الريحلات اللي المدرسية؟ الريحلات لا المدرسية اللي تروح إلى حم أبو يوسف لا تتكلم على رحلات اللي حم أبو عبدالله تبا فقنت ضد الرحلات هذه لأنها أعرف أنا الرحلات ممكن تزيد ممكن ما تزيد أحد فالضيوف إذا جوا هنا ضيوف استقبلنا ضيوف هنا فهي تزيدنا حتى اقترحنا على أبو عبدالله أكثر مرة أنه يسمحنا نجيب ضيوف نستضيف ضيوف هنا بضيافة أحد الأشخاص أنا ولا أبو فلاح ولا الرابع الثانين فكان ضافض الشيء هذا الفكرة هذه أبو عبدالله فكان مركز على الرحلات فعسى هجعها رحلة سعيدة إن شاء الله وأنا أمام الشاشة للحفل النهاية والسلام للحفل النهاية بإذنين ما تنامع أنت ما قلت كذا يا عنس إلا أنك متمكن ومتأكد أن من طلع ومسك الجوال وشاف ردة فعل الجمهور طلع من البرنامج الواقع صعب أن الرجل يطلع من برنامج واقع يجالس فيه 79 يوم وتعطيه جواله ويشوف ردة الذعب ويبدأ يشوف الحياة الخارجية المطعمة بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وترجع ثاني مرة للقرية ما راح يكون أداعنا فسوه نعم طيب يمكن تخرج البرنامج الجاي أنا أدري على الخير وأنا في حين حتى لو طالأ شف فسانك أقول لك أنت دخولك للبرنامج مصيبة أي واحد فيكم أنتو الأربعة أن طلعت أن طلعت أن طلعت البرنامج جاي فأنت يصير فيها إن أنا أقصد الأربعة الموجودين أي واحد فيهم يدخل البرنامج إلا إذا ارتكب مخالفة يعني أنت عندك فرصة نقاط الفقرات هذه يعني فرصة يعني صراحة ما أدري كيف واحد فيكم يطلع برايم أنا راهن أنه ولا واحد فيكم يطلع حنا حنا مو بتراهنه بس حنا نراهن وحنا نطلب وحنا من دونهم والأربعة ذولة بحول الله بقوتها مو بحولنا أنهم ما يدخلون برايم بإذن الله لأنه ما منطقي أن أربعة أبطال ستعرف توقف ستعرف